اشتركوا في القناة منها والخاصة تتجه الانظار في السابعة والنصف المساء اليوم نحو صالة اتحاد كرة السلة في ام الحصم حيث تنطلق أولى لقاءات نهائية دور زن البحرين لكرة السلة والمكونة من سبع مباريات وتجمع بين فريقية الأهل والمنامة ويتوجه الفائز بأربع لقاءات بطلا لهذه المسابقة يتطلع نادي دارك ليب الليلة لحسم المنافسة على لقب الدور البحريني للكرة الطائرة عندما يلتقي مع نظرها النصر في النهائية الثاني ويتقدم دارك ليب بانتصار من دون رد وبحاجة لتحقيق الفوز إذا ما أراد الظفر باللقب بينما يسعى النصر لتحقيق انتصار يمكنه من تأجيل الحسم لموقعة فاصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر